اشتركوا في القناة بشرح الطريقة بالتفصيل عشان تحصلوا على كاك ناجح هش ومقرمش وكمان بشرح طريقة تضغير الكاك بالتفصيل ومع الممارسة بتضبط معكم الضفيرة ولعمل طريقة الكاك الصنعاني يلا نبدأ بخطوات العمل ولعمل الكاك بنحط في وعاء العجن كوب ماء دافئ أو كوب حليب دافئ وبنضيف ملعقة كبيرة سكر وملعقة صغيرة خميرة فورية وبنخلط تمام وبعدا بنضيف عليهم اثنين حبات بيض بنحط واحدة كاملة والثانية بنحط البيض والصفار بنخليه للدهن وبعدا بنضيف ثلاث ملعق حليب بودرة طبعا إذا بنضيف الحليب السائل ما نضيف الحليب البودرة وبعدا بنضيف المادة الدهنية بنحتاج لكل كيلو دقيق كوبين من المادة الدهنية سواء بنضيف كوبين سمن أو كوب سمن وكوب زيت أو كوب زبدة وكوب زيت حسب المتوفر عندكم هنا أنا حطيت كوب سمن حيوانية حتى ما نتعب لما ناكل من الكعك هنا المفروض أحط كوب زيت كامل لكن أضفت نصف كوب لأني حسيت الدسم زيادة فإذا تحبوا الوصفة مضبوطة 100% وتحصلوا على الكعك الصنعاني لهش بزيادة حطوا كوب زيت كامل وبعدا بنضيف نصف ملعقة كبيرة ملح وبعدا بنخلط تمام حتى يصير الخليط أبيض طبعا بدل مرحلة ممكن نسخن السمن والزيت ونحطهم على الدقيق وهم ساخنين جدا وبعدا بنضيف عليهم المواد السائلة ذي الطريقة بتخلي فترة صلاحية الكعك طويلة لكن الطريقة دي أسهل وأسرع والنتيجة جدا مضمونة لكن فترة الصلاحية أقل وعشان يصير معاني الكعك هش بزيادة بنضيف نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودة وبعدا بنضيف الدقيق بداية بنضيف 4 أكواب دقيق أبيض وكوب ونصف دقيق أسمر طبعا ممكن تسول كمية كلها دقيق أبيض لكن أنا حبيت أضيف دقيق أسمر وطبعا ممكن تسول كمية كلها دقيق أسمر طبعا الكوب الخامس من الدقيق الأبيض بنضيفه بالتدريج لاحقا حتى نحصل على قوام العجين المناسب وما تخرب علينا العجينة لأنه لو قسط العجينة بزيادة بيصير معكم الكعك طاسي إجمالي الدقيق بالكامل 6 أكواب ونصف ما يعادل كيلو ومرحلة العجن مهمة جدا وبعد إضافة الدقيق بنبدأ بمرحلة العجن طبعا بنلم العجينة لم وما بنضغط عليها طبعا بتلاحظوا العجينة تقطع معكم لا تخافوا مجرد ما ترتاح معكم العجينة مدة 5 دقائق بيصير تشكيلها سهل وبعد ما خلصنا عجل ومثل ما تلاحظوا قوام العجينة طرية وسهلة في التشكيل بنغطيها وبنخليها ترتاح مدة 5 دقائق لا تخلوها ترتاح أكثر من كذا حتى ما يصير معكم الكعك طريب زيادة لذلك 5 دقائق كفاية جدا لراحة العجينة حتى فقط نعرف نتحكم بالعجينة وبعد ما ارتاحت العجينة مدة 5 دقائق بننتقل لمرحلة التشكيل بنقسم العجينة إلى كرات صغيرة هنا أنا قسمت كل 5 كرات مع بعض وبعدين بدأت بأول وحدة شكلتها كرة تكون أخذت وقتها في الراحة وبيسهل تضفيرها وطبعا إذا في حد بيساعدكم بالتشكيل قسموا العجينة كلها إلى كرات صغيرة وبعدين غطوها تمام حتى ما تنشف وبعدين شكلوها مباشرة وطريقة التضفير طبعا ممكن نفرد الكرة بالكامل فرد متساوي وبنخليها بنتس سمك وبعدين بنضفر أطراف الكرة المفرودة لكن أنا بخلي الكرة المفرودة مرتبعة من النص وبخلي الأطراف رقيقة وبعدين بسوي شكل الضفيرة لأني أحب الشكل الضع وطريقة التضفير بنمسك طرف العجينة بالإبهام والسبابة وبنضغط ضغط قوي العجينة يلي مسكناها وبنلفها للداخل وبعدين بنضغط مرة ثانية وبنلف أيضا للداخل وكذا حتى نخلص أطراف العجينة بالكامل طبعا سبب الضغط قوي حتى تصير معانا الضفيرة مشدودة وما تفك أثناء الاستواء في الفرن وبعد ما خلصنا التضفير في نهاية الضفيرة فنثميها للداخل لتحت الضفيرة حتى تكون الضفيرة مشدودة وما تفك ترجمة نانسي قنقر وبعد ما خلصنا تشكيل بننتقل لتجهيز خليط الضهن على سفار البيضية اللي تركناها سابقا بنحط ملعقة كبيرة حليب ورشة قهوة سريعة الذوبان وبعدين بنخلط تمام وبنضيف قطرات من الخل وبنخلط تمام طبعا ما أضفت قطرات الخل بالبداية حتى ما يتكتل الحليب لأن الحليب المستخدم حليب الشاي وهنا كمان طريقة التضفير بالبطيء حتى ينفهم معكم أكثر وبعد ما خلصت تشكيل العجينة بالكامل بندهنها بخليط الضهن وبعدين بنزينها بالحبة السوداء وطبعا بننتقل لمرحلة الاستواء وهي أهم مرحلة أولا بنسخن الفرن قبل ما ندخل الكعك مدة 10 دقائق مهم جدا يكون الفرن ساخن أولا لثبات التشكيل وثانيا حتى نحصل على تحمير وهشاشة حلول الكعك بعد مرور 10 دقائق بنخلي درجة حرارة الفرن 200 مئة ومياه وبنحط الصحن بالوسط وبنخلي النار من تحت مدة 10 دقائق وعشان نحصل على كعك هش ومقرمش بنشغل النار من فوق وبنخليها هادئة جدا حوالي بيأخذ معانا تحمير الكعك مدة ربع ساعة بدا الطريقة بنحصل على كعك هش ومقرمش كمان بيدوم معاكم لفترة طويلة وكمان عشان نحصل على لون موحد وبعد تحمير الكعك بالكامل بنضف الفرن إذا نحب الكعك مقرمش بزيادة بنخلي الكعك بالفرن حتى يبرد تماما وكذا بتحصل على كعك مقرمش وهش بنفس الوقت وإذا تحبوه هش ومقرمش وفيه شوية طرعوة وبعد ما نسويها على نار هادئة بنخرجه من الفرن وبنخليه بدرجة حرارة المطبخ حتى يبرد تماما وده شكل الكعك بعد ما استوى ما شاء الله الكعك شكله مر رحيم والطعم مش قادر أوصف لكم بترك لكم التجربة والقوام مرهش ومقرمش وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا فيدي اليوم ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر